أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى عزائي المشاهدين خلوني أرحب بديو في وضيفي الكبير في هذه الفقرة النجم الكبير كابتن محمد حشيزة كابتن إزاك أسلام الحمد لله ماشي الحال جوه اليومين دول غير عادي صعب أوي صعب حتى هنا في الستوديو صعب لا حتى جوه في الستوديو أخبار حضرتك كله فايز تمام الحمد لله ماشي الحال وبالتالي عايزين نقيم مستوى أداء النادي الأهلي في هذا الموسم من وجهة نظرك بشكل عام بشكل عام طبعاً البداية طبعاً مستر كولر طبعاً لما مسك الفرقة ابتدى طبعاً يشوف الطريقة المناسبة لطبعاً لعب النادي الأهلي اللي تناسب النادي الأهلي وتناسب طموحاته وتناسب كمان تلائم اللعيبة والعناصر اللي موجودة معها في الأول طبعاً في الودايات قاعد طبعاً يجرب أكتر من لعب شاف كل اللعيبة وشافهم في أماكن كتيرة كمان وابتدى يحط عينه على العناصر والطريقة اللي ممكن تبقى تؤدي إلى أنسب حاجة للعب النادي الأهلي وتؤدي به إلى النتاج الكويسة يعني قعدنا فترة كبيرة في الأول حقيقة موضوع التشكيل وتغيير التشكيل والنهاردة كذا والنهاردة كذا والطريقة دي لقى الطريقة دي الغاية تمارسي طبعاً على الطريقة والعناصر الأساسية والحقيقة برضو ما اكتفاش بكده هو حاول أن هو ودي من أهم مميزاته أو الحاجات الكويسة اللي عملها طبعاً هو جي عارف طبعاً نظام الدور المصري ونظام الضغط بتاع الدور المصري وطبعاً اشتراكات النادي الأهلي في جميع البطولات وضغط المباريات في كده فكان لازم عليه أن هو يصلح حتة السنة اللي قبلها اللي هي عدم اشتراك جميع اللعيبة والاكتفاء ببعض اللعيبة بس ودي قدت إلى طبعاً مشاكل كتيرة في موضوع الإجهاد والإصابات واللعيبة طبعاً كانت بتصاب كتير وكانت طبعاً مجهدة على طول فبالتالي الأداء ما كانش على أحسن أو ما كانش في أحسن حاجة يعني طبعاً بعد كده ابتدى بقى لما جرب اللعيبة كلها ابتدى يعمل الروتيشن اللي احنا شفناه كلنا أكتر من مرة بحيث أنه هو يستفيد من كل العناصر ويجاهز كل اللعيبة تبقى موجودة وكلهم تقريباً يبقوا في مستوى واحد بحيث أنه لو حصل أي تغييرات سواء في البداية في التشكيل أو تغييرات أثناء المباراة ما بتحسش أنه فيه هبوط في الأداء أو أن الأداء شكله اتغير بل بالعكس يعني الحمد لله فترات كبيرة قابلنا طبعاً بعد نتائج في بداية مشواره الإفريقي لأن الإفريقية برضو كانت بالنسبة له يعني حاجة جديدة عليه شوية في البداية حصل تعصر شوية في دور المجموعات بعد كده النادي الأهلي ابتدى الأداء ينتظم والنتائج الحقيقة تبقى كويسة مش في الدوري البطولة المحلية بشكل كويس قوي وكان فارق في اللبناط عن أقرب المنافسين الحقيقة النتائج كويسة جابت نتيجة كويسة بجيب نتيجة كويسة والأداء ابتدى يتحسنه اللعيبة كمان ابتدى يعني يطور في أداءها على المستوى الفردي اللي تخدم طبعاً الأهداف وتخدم طريقة اللعب شفنا تغييرات في بعض مراكز اللعيبة شفنا استعانة ببعض الوجوه الجيلة كاتش بتلعب خدت فرصتها في مراكز مختلفة الحقيقة يعني الشكل العام بتاع طبعاً البطولات كلها أداء كويس ونتائج كويسة وعمل طبعاً ريكورد كويس من حيث عدد الفوز فيش اللي يمكن خسارة واحدة اللي احنا عارفينها في بطولة الدوري ودي كان تحصيل حاصل في نهاية البطولة بعد ما البطولة تحسمت نتائج كويس طبعاً في البطولة الإفريقية يعني عمل حقيقة نتائج كويسة جداً جداً كان موسم موفق للنادي الأهلي بقرادة كولارو من حيث الأداء ومن حيث النتائج ومن حيث حصد البطولات طيب بطولات أو خمس بطولات استطاع نادي الأهلي أن يفوز بها كلها في موسم بيعتبروا كثير من الأهلوية هو الموسم التاريخي لنادي الأهلي موسم استثنائي طبعاً لنادي الأهلي فرقة بتخش في أكتر من بطولة وبتحرز البطولة بتحصد كل البطولات اللي هي دخلت فيها دي حاجة طبعاً كويسة تحسب للجهاز الفني وستر كولر وكمان بتحسب للجيل ده من اللعيبة في تاريخهم والموضوع ده بقى إسلام يعني مشكلته أنه هو زود الضغوط وزود المسئولية على الجهاز الفني وعلى اللعيبة لأن ما بتوصل للقمة وحصد البطولات أنت مطالب أنك تبقى أحسن من كده كمان ما تقلش عن إذا حد أدنى بالنسبة لك طبعاً من حيث طبعاً رأي الجمهور وحتى مجلس الإدارة مش هيبقى الأقل من كده طبعاً فدي بتزود الصعوبة عشان كده لازم الجدية ولازم البداية تكون قوية ودي بتدت الحمد لله بحاجة كويسة قوي اللي هي الأجازة اللي اتخذت اللي هي الثلاثة أسابيع تقريباً والمعسكر اللي فكروا فيه طبعاً فيه اللي هتعامل في النمسا بعد راحة سلبية الجميع اللعيبة يقدروا يعملوا فترة إعداد كويسة الراجل مش هيبدأ بقى من البداية زي ما بدأ لما جاء أول مرة يتعرف لسه وخلاص عارف طبعاً اللعيبة كلها وعارف مستوى كل لعيب ومستوى كل لعيب في المكان ده بالتحديد حطي يده على العناصر الأساسية ابتدى طبعاً يختار مين هيكمل معاه ومين هيغادر النادي الأهلي التدعمات كمان اللي عملها مع مجلس الإدارة التدعمات القوية طبعاً دي حتزود من قدرة وكفاءة الفريق في مواجهة التحديات اللي جاية فترة إعداد مهمة جداً جداً عشان العيبة طبعاً ترجع بعد الأجازة وتستفيد بقى من فترة الإعداد ويقدر هو من خلال العناصر كمان اللي استخدمها الجديدة إنه هو يدعم ممكن يكون في حاجات كانت في دماغه السنة اللي فاتت ممكن ملحقش يعملها ملحقش يفاهمها للعيبة بعض العناصر الجديدة اللي هو اختارها ومجلس إدارة اختارها ممكن تحقق له الحاجات أو طريقة اللاب أو لو فيه دفوهات السنة اللي فاتت كانت موجودة إن كان في بعض برضو الحاجات اللي كانت يعني أحياناً بتظهر وهي وصولك الكتير للمرمى وإضاءة الأهداف السهلة ودي كانت بتبقى مشكلة في البطولات القوية زي مثلاً كاس عالم الأندية ما عندكش فرصة إنك توصل كتير لمرمى المنافس فلازم يبقى فيه دقة شوية في استغلال الفرص أعتقد عناصر الجديدة اللي موجودة أو الجديدة أو اللي هي موجودة هتقدر إن شاء الله بإذن الله يصلح الأخطاء اللي كانت موجودة بعض الحاجات اللي كان ممكن تيجي من غلطات يعني بعض الغلطات الدفاعية ممكن يقدر برضو يصلحها هو شغلة المدرب الأساسية إنه هو تصحيح الأخطاء وتنمية صدرات اللعيبة فأعتقد إن شاء الله فترة عدد تكون كافية وتكون مفيدة جداً جداً للمشوار القوي اللي مش هيئلة عن السنة اللي فاتت من حيث الضغط المباراة ومن حيث الأهمية وإحنا بنتفرج على مشوار نادي الأهلي في الدوري نادي الأهلي السنة اللي فاتت الأكثر وجهة نظري هو الأكثر خوضة للمباريات في العالم كله يمكن تمام لعبنا عدد كبير جداً من المباريات يعني خلينا نقول من أول السنة لغاية دلوقتي صحيح أعتقد إن العشرين يوم دول يا كابتل نروح دو عشرين يوم دول حيكون لهم تأثير زي ما حضرتك قلت تأثير إيجابي كبير جداً جداً في الموسم اللي جاي ولكن الموسم اللي فات إحنا بنتكلم على حاجة عكسة حاجة يعني عدد كبير من المباريات ولكن على الجانب الآخر إحنا قدرنا إن إحنا نعمل موسم تاريخي داخل من الأهلية اللي اتنين عكسة بعض هو راجل تفهم الموضوع ده كويس قوي ما كانش يقدر إنه هو يعمل الأداء ده ويعمل النتيجة دي بأربعتاشر خمستاشر لعيب بس صحيح كان لازم إنه هو عنده 30 لعب مقيد غير العناصر الصغيرة فكان لازم إنه هو يدي فرص لجميع اللعيبة بحيث إن كل مركز بقى فيه أكثر من لعيب ومستوى متقارب جداً يا أسلام يعني أنت في بعض الأحيان السنة اللي فاتت كنت بتقدر تقول إيه ألعب مثلاً فلان ولا لعب فلان ناحية اللي مين ألعب بريستاو ألعب الشحات أو ألعب مش عارف مين عبدالقادر الناحية دي يعني كان عنده ديفندرات ما شاء الله كانت مكتملة حمد فاتحي ديانج مروان كله كان جاهز وعنده كمان هو كمان خلق حالة من إنه إنت ممكن خلق بعض الجواكر في الفرق اللي ممكن يستعين بيها في أكثر من حاجة شوفنا محمد هاني الباكريت ممكن يلعب مساك في بعض المباريات مروان أكت خالد عبدالفتاح يلعب باكريت يلعب باكليفت يلعب مساك في بعض المباريات طبعا روس الحربة ممكن كان عنده كمان من المرونة إنه هو غير الطريقة على حسب وجود اللعبة على حسب اللعبة المتاحة يعني لو فيه إصابات أو حاجة كان ممكن برضه يغير مراكز اللعبة ممكن يلعب 4-3-3 ممكن يلعب برأس حربة أو ممكن يلعب بواحد جاي من تحت يعني حقيقة كان فيه تنوع وتغيير المضوع ده كله أو قصة دي كلها هي اللي قدرت تخلي اللعبة والفرقة فسط من خلال الضغطات الكبيرة جداً اللي كانت موجودة من خلال يعني تلاحق المباريات دي إن هي تقدر تكمل وتقدر تلعب وتقدر تنافس وتقدر تعمل نتائج كبيرة جداً جداً فهو الراجل كان عليه الحقيقة لعب الكبير قوي فيه تجهيز اللعبة والناس وكان فيه بعض الناس يعني طب ده يلعب طب ده ما لعبش ليه طب ده ليه طب التغييرات الكتيرة اللي كان بتحصل كل مباراة ليه لأ عرفنا إيمتها بعد كده صحيح إن اللعبة كلها كان بقت جاهزة ما عندناش مشكلة إن واحد يبقى مجهد ويرتاح أو يقعد على الدكة أو ما بقاش موجود في السكور خالص يعني الحقيقة هو وجد الحلول واستعان ببعض الناشئين برضو اللي ساعدوا في بعض الأوقات اللي قدر بيها يوصل للشكل نادي الأهلي المناسب والنتائج والسكور اللي كان بيحصل والأرقام والإحصائيات اللي عملها دي ما جادش الحقيقة يعني من فراغ نتيجة لشغل كبير ونتيجة لتفكير ونتيجة يعني اللعبة بصراحة تشكر في خلال الفترة اللي فاتت خلال الموسم اللي فات بكله استحمله ضغط المبرات واستحمله طبعا تمرات على طول وعلى طول من سفرية لسفرية بيطلع هنا يروح يلعب في برج العرب يلعب في أسوان بيلعب هنا بيلعب هنا يبقى راجع من أفريقيا ويلعب على طول بعدها بثلاث ايام يعني ما فيش فرقة في الدنيا تستحمل اللي كان فيه النادي الأهل السنة اللي فاتت وبعدين القصة دي كلها كانت محتاجة عقلية فعلا أو مدير فني على مستوى عالي هو الجهاز بتاعه ومعاهم طبعا مجلس الإدارة أن هم يعبروا بالفرقة لبر الأمان ومش عبور كده عادي ده عبور بخمس بطولات كبيرة جدا جدا في موسم استثناء طيب خلينا نروح لكاس العالم كاس العالم يعني الحمد لله وشكر الله نادي الأهل يمكن من أكثر الفلاء هو الأكثر أو الأكثر مشاركة في أفريقيا لكن أنا بتكلم في العالم ومن أكثر الفلاء المشاركة في بطولة كاس العالم للأندية وبالتالي وصلنا لتارجت كويس أو وصلنا لتلات ميداليات برونزية أو أربع ميداليات برونزية أعتقد أن من الممكن أن يكون الفترة القادمة النظر إلى أعلى من كده هو ده الطموح المفروض لأن النادي الأهلي أو جمهور النادي الأهلي أو مجلس إدارة النادي الأهلي والمفروض اللعيبة والجهاز يبقوا نفس التفكير أن أنا عايز أعمل ريكورد بقى أكثر أنا عملت أكبر نسبة اشتراك أنا الوحيد اللي في مصر اشتركت في كاس عالم للأندية خدت البرونزية أكثر من مرة لا أنا عايز بقى أكمل أوصل نهاية وليه لا ما أخدش نهاية برضو بالمجهود والتعب والإصرار وإحنا يعني إما جربنا برضو من خلال اشتركنا كذا مرة تحس إن اللعيبة برضو ما بقتش رهبة كاس عالم الأندية مزيق أول مثلا مرة راحين كانت الناس حتى كلها خايفة هتلعب أسماء كبيرة جدا دلوقتي لا بقت خلاص اللي احتكاك الدولي ده اللي احتكاك الدولي ده أنا أول مرة راحنا فيه طبعا كنتوا خايفين رعبين يعني يعني بتتلعب بقى يعني ناس بها بتشوفهم شغل على البلاي ستيش طبعا 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 أنت والأسماء الكبيرة دول في نفس الملعب ونفس القصة وبتلعب على أسماء كبيرة يعني صحيح فده كان يخض إنما بمرور الوقت النادي الأهلي اكتسب الخبرات وعمل نتائج كويسة جدا جدا لو هنشوف المباراة اللي فاتت مغض النظر على السكور إنما الأداء وأداء هجومي وبتهاجم احنا كنا متخيلين مثلا في بداءة والمن تروحتوا ان احنا لا ده احنا هنقفل بقى ومنطلعش ومنهجمش ونحاول تاني سنة خدنا تالت خدنا برونزية أول برونزية بالضبط كده فلأ وصلنا لمرحلة كبيرة وبقى عندنا من الإسم والخبرات والإمكانيات والقدرات ونوعية اللعيبة والتدعمات اللي موجودة كل شيء وانت بتدعم بأرقام كبيرة ليه وانت بتدعم عشان تقدر تعمل اللي انت معرفتش تعمله قبل كده من ضمن اللي ما عملتوش قبل كده السوبر أو دوري الإفريقي الممتاز كان الأول مرة في التاريخ أو الأول مرة في التاريخ هيحصل إن شاء الله شهر 10 يوم 22 أكتوبر لـ 11 نوفمبر بناء على كلام الاتحاد الأفريقي وبالتالي لأول مرة في التاريخ النادي الأهلي حيلعب لأنه لأول مرة في التاريخ دوري الممتاز للإفريقي حيتلعب أعتقد أن ده من التحديات الكبيرة اللي النادي الأهلي ينظر لها والنادي الأهلي يماشي في سك التدعمات كبيرة لأنه حتى الجوائز المالية بتاعته كبيرة يمكن ده سبب سبب من تدعيم مجلس دارة النادي الأهلي للفريق بلعيبة ولسه ما حدش عارف ممكن إيه المزيد كل ده عشان التحديات بتزيد والمنافسات بتبقى أقوى يعني الدور ده خلاصة بقى فرق أفريقيا غير البطولة العادية فانت محتاج برضو نوعية لعيبة وكواليتي لعيبة يقدر يجابه الموضوع ده عشان برضو النادي الأهلي دائما بيبص على البطولات وبيبص على الأرقام الكبيرة يعني أكتر اشتراك في بطولة أفريقيا أو النادي كذا أو النادي كذا أو النادي كذا صاحب الأرقام القياسية على مستوى العالم فدائما النادي الأهلي بيبقى سباق والناس بتيجي وراء طبعا الناس لسه مش عارفة تيجي وراء بس ايه يا هو بيبتدي يعني فتحدي كبير جدا بطولة كبيرة كرة بقت استصمار دلوقتي النادي الأهلي يعني بيبزل أو مجلس قدرة بيعمله مجهود خارق بصراحة عشان يزودوا إرادات النادي الأهلي وميزانية النادي الأهلي ومنها طبعا ميزانية كرة القدم عشان برضو كرة دلوقتي بقت صناعة وبقت فلوس وبقت بجيب عائد كبير يعني طولة زي دي هيبقى رقم كبير جدا جدا النادي الأهلي لو فيه عنده متاح من الوقت كان اشترك في الدورة العربية اللي هي البطولة العربية اللي هي بتاعة السعودية دي كان اشترك إنما ما كانش ممكن استحالة يشترك بعد الموجودة اللعبة في آخر مباراة في الكلف الدوري اللي هي لازم يلعبوها تأديت واجب مش قادرين فبالك بقى كان هيروح يلعبوا معين البطولة وفيها برضو جوائز وكل حاجة والأهلي برضو يحب إنه هو بعد كده لو فيه فرصة ومعتقدش هيبقى فيه فرصة في الزحمة دي وفي الضغط ده كله إنه يشترك فهي تحديات قوية جدا جدا وده طبعا يعني مشكلة دايما البطل البطل دايما بيواجه تحديات أكتر وأكتر طول ما بيعمل أرقام جديدة وانتصارات جديدة بيقابل صعوبات أكتر وبقابل تحديات أكتر يعني غير طبعا برضو للتكاد التانية إنه ناس تانية بقى بتحب إيه ما بتحبش اللي هم عداء النجاح ما يحبوش النادي الأهلي يبقى هو أول واحد في كذا وهو اللي كذا هو اللي كذا بيحاول بقى كمان يشدك يعني بس أعتقد إن النادي الأهلي وصل لما منه نضجه مرحلة إنه هو بيرمي ده جانبا يعني كابتن إمام عشور وريدا سليم صفقتين مهمين ومن الصفقات اللي النادي الأهلي محتاجة اتنين لعيبة على مستوى عالي جدا يمكن إمام عشور طبعا كلنا شفناه وشفناه من خلال الدوري المحلي لعيبة على مستوى عالي جدا جدا عنده مميزات كتيرة جدا راجل هداف ورجل قوي بلعب ديفندر وبيكمل وعنده من المهارات اللي هو بيعنده كمان حلول بيلعب بليميكر بجيدة تصويب من بعيد انت محتاج نوعية زي دي ولعيب لسه صغير قدامه فرصة يلعب فترات إن شاء الله كبيرة عنده تحديات كبيرة جدا جدا بعد الضجة اللي خدها انتقاله للنادي الأهلي النادي الأهلي زي ما أنا قلت الكلام ده قبل كده إنه هو النادي الأهلي غير فهو لازم إمام طبعا وهو أكيد عارف إنه النادي الأهلي غير وجوده في النادي الأهلي ده ولعبه أساسي مش حاجه من فراغ إذا كان بيبزل مجهود مثلا أربعة إرات لازم أربعة وعشرين إرات عشان يزبط نفسه جوه النادي الأهلي ويلعب ويبقى هداف ويبقى كويس والتحدياته كمان كبيرة لأنه مع النادي الأهلي زي ما قلنا من لسه من شوية عنده دوري وعنده كاس وعنده سوبر إفريقي وعنده بطولة إفريقيا وعنده كاس عالم لأن ده عنده حاجات كتيرة فلازم يبقى مستعد وإن شاء الله هو هيبقى قد طبعا الكلام ده ريدا سليم طبعا لعيب كويس لعيب صغير هداف عنده لعيب مهاري النادي الأهلي برضو محتاج النادي الأهلي محتاج كل لعيب خلال الفترة اللي جاي وخلال الموسم اللي جاي ما نقولش ده محتاج ده بس أو ده بس لا أهو عايز كم من اللعيبة العالية المستوى عشان يقدر زي ما قلتك يجابه المباراة والنادي الأهلي ما حسش في أي وقت من الأوقات أنه ممكن قل شوية على المستوى الأداء أو النتائج الحقيقة برضو كنت خليها روح للدوري العام المصري وأنا بشوف برضو ظاهرة واهمة موجودة الحقيقة في الدوري المصري ظاهرة واحدة؟ لا ظاهرة المدربين بالنسبة للمدربين لا في ظاهر كتير يعني كتير جدا الظاهر دي يعني ظاهرة نسمىها الكرسي الموسيقية أو الظاهرة الأبرز أو الظاهرة الأبرز مع المدربين كلهم مدربين كواسين ومحتربين وكبار جدا لكن هم هم نفس الأسماء بيلفوا بيدروا على نفس أو على مختلف الأندية طبعا هو طبعا الموسيق بادئ فيه يعني ثبات إلى حد ما في بعض الأندية نادي الأهلي نادي بيرامد زمالك هم كاملين يعني بالمدربين نفس المدربين لغد الوقت لغد الوقت جيش عبد الحميد بسيوني البنك الأهلي بابا فاسيليو يعني فيه بعض الأندية محتفظة من الناس فيه طبعا الأندية غيرت زي مثلا المصري علي مهر جيه زي التحاد السكندري كان طار العشري مسك طبعا ميما عبد الرازق ساب المصري مسك نهاردة الداخلية فأنا أتمنى كل ده ساب الداخلية راح الجونة يعني كل ده كل ده مقبول لغاية دلوقتي أوكي أنت قرر وخد وقتك كويس قوي واختار المدرب اللي يصلح له الهدف بتاعك من دلوقتي ما جلس الدرات انت قاعد دلوقتي لسه فترات العداد فيه ناس بدأت وفيه ناس لسه عندك من الوقت الكافي أنك تقرر وتدرس وتبص وتشوف أنا عايز أعمل إيه وأجيب الراجل المناسب للمرحلة دي يعني أنت عارف أن أنا عجبني لجونة ليه لأنه كابتن علاء أنا جبته معي على التليفون طريقة شغله تتناسب معه الهدف بتاعه الهدف اللي الجونة عايزاه والميزانية اللي هي حطاه صحيح وبدالله هم بالنسبة له أنا يعني عايز أبقى موجود بأقل البودجت بصح ما عملش تدعمات كبيرة من أسماء يعني في الدوري الممتاز وعايز يلعب بمجموعة ناشئين وخلي بالك كابتن علاء قادر هو جبوه عشان دي صحيح هو بيجيد الحطة دي اللي يبلعب بالناشئين وهم عايزين يعني يبدأوا من البداية كمان الكابتن علاء بيجيد لم النقاط فهو يلموا نقط من البداية عشان ما يبقاش فيه كعبالة في الآخر وفي نفس الوقت يعملوا أساس أو فريق من الصغيرين أشبال يكمل بقى سنتين ثلاثة بعد كده مرتحين أو بعد كده الطموح ممكن بقى يزيد يختلف شوية ممكن بقى يبقى بدل من يقعد في المنطقة الدافية ممكن السنة اللي بعدها يبقى في الأربعة الأوائل يعني المربع الزهبي زي ما بنقول يعني فيه ناس بتفكر صحيح إنما ما ينفعش بقى أن أنت يبدأ الدوري من هنا وتبتدي زي ما أنت بعد الأسبوعين آه موسيقية بقى يعني أصل وارد أوي إن أنا يعني أختار مدرب ومدرب كويس ما ينفعش أهل معنى كده أن أنا هد الدنيا وأجيب واحد بقى أبتدي من الأول ولسه مش عارف اللعيبة صحيح مش عارف طبيعة الإدارة وطبيعة النادي والأهداف والقصص وأبتدي أغير بقى تاني بقت حاجة مملة بتضعف من مستوات يعني فيه مستوات لو بصينا بس سنة الفاتت مستوات فرق تحس إنها عاملة كده يعني الرسم البياني طلعة نزلة طلعة نزلة نزلة يعني لازم الخط الباني المفروض الوضع الطبيعي ده بالعكس ده بيبدأ كده ويبقى في الصعود الدور الثاني ليه بقى المجموعة حتى وإن كان داخل عليها لعيبة كتير فبالمباريات بيحصل تجانس بنتائج بعد كده المفروض الدور الثاني ده يبقى المستوات كلها تعلق وكلها تزيد أيوه إنما إحنا عندنا ما فيش مقياس للموضوع ده فدي من الحاجات اللي هي ياريت تتحسن في بطولة الدوري عشان يبقى دوري قوي ويفيد طبعا المنتخب ويفيد كمان على فكرة المنتخب الأولمبي لأن الناس فكرة إن الدور الممتاز منتخب بس الأول لا الدور الممتاز دلوقتي إن الراجل المدير الفاني بتاع المنتخب الأولمبي دلوقتي ما فيختارش المسابقة 2001 والكلام ده خلاص لا 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 شو بتلعيبة اللي بتلعب بيلعب في الممتاز سهوير وبيلعب في الممتاز دورة يعني أولمبية برضو يعني صعب كابتن حشيش بما إننا بقى حنتكلم عن اتحاد الكرة واللي بيحصل والأمور دي كلها على فكرة نحن لا ننتقد أسماء في اتحاد كرة القدم ولكن احنا بننتقد أداء كلهم ناس محترمة ولازم أقول يعني الناس كلها تقول لي إيه تا دايما بتقول الجملة دي آه أنا بقول الجملة دي لأنهم كلهم أصدقائي أنا منتقدش شخص آه بالزبط آه منتقد عمل بس بالانتقد عمل وأداء سيستما فدور المحترفين آه هو شيء جيد آه ولكن إيه رأيك في المواضيع اللي راح أجاية كل يوم يعني إنبارح والله أنا أنا واحد من اتحاد الكرة هو موجود صحيح آه أنا الغاية دلوقتي مش عارف هيتطبق أو لمشيتطبق يعني أنا الغاية دلوقتي لأن أنا اللي جالي في المنشور أول تاني تالت رابع آه المنشور اللي جاي من اتحاد الكرة بتاع القيد وبتاع المسابقات أول تاني تالت رابع أول تاني تالت رابع يعني إيه الأقسام آه قسم الأول قسم التاني القسم التالت قسم الرابع ده بالنسبة لي أنا آه أنا طبعا عشان في المناطق آه آه بتدير المسابقات بتاعتها سواء برعم أو مسابقات والقسم الرابع بيهدار من المنطقة تمام وبيبقى عندي مجموعة من القسم التالت إنما القسم التاني ده بالتحديد بيبقى تابع يدار من التحدي القسم التاني ده ممكن لم يتم تقسيمه حتى الان ألفوا به زي ما بيقولوا لو هوا المحترفين بالزبط كده يعني هي أفكار وأنا كنت أتمنى طبعا جالك إمتى المنشور ده كده المنشور ده قبل القيد ما يبدأ من أسبوعين قبل القيد على طول ده قريب طبعا قبل القيد بيوم يمكن نزل المنشور هو اتعاد الكرة أعلن النهاردة للجميع وبعت للناس ده شكل نظام وشروط مسابقة الدوري العام القسم الثاني موسم 23-24 تمام هو في حاجات طبعا أنت محمود واحدة واحدة كده أحنا بتتكلم عنه فضلك في حاجات طبعا زي المنشور ده الاتحاد بيبعثوا الاندية على طول ده الاندية على طول أنا في الحاجات اللي هي اللي تخصيني يعني الحاجات اللي تخصيني هو طبعا زي ما بيقول لك أنا كنت أتمنى ما بقاش فيه الجدل ده فيه وهنا تتكوم مصابقة القسم الثاني على نحو التالي المجموعة الأولى 20 فريق اللي هو ده دوري المحترفين بالزبط والمجموعة الثانية 56 نادي مقسمة على ثلاث مجموعات يبقى عارفنا دلوقتي بفيش حاجة اسمها دوري المحترفين هو اسمه المجموعة الأولى بس هو تغيير والمجموعة الثانية قسم الثاني المجموعة الثانية دي اللي هي كانت قبل كده المفروض اللي هي كانت ثلاث مجميع وبيختاروا منها وبيصعدوا اللي هو النظام اللي قبل كده دلوقتي لأ فيه مجموعة أولى من 20 فريق والمجموعة طبعا التانية دي اللي هي 56 ثلاث مجموعات رئيسية كل مجموعة مقسمة إلى مجموعتين إلى مجموعتين الله طبعا هياخدوا طبعا هي الأول وتاني والثالث بقى هو اللي هيجي من الدرجة الأقل الأدنى الأدنى دي هي اللي هتطلع معه اللي اتنين تطلع دوري ممتاز هي دي اللي الناس طبعا يعني مستغربها شوية لأنه طبعا هيبقى فيه فرق في المستوى بس هنا خليني خليني يكون أنا اتحاد الكورة إسلام يعني أوانا الممثل لاتحاد الكورة هرد عليك أقولك لا أنا ما عملتش حد هيطلع من القسم الثالث أنا هو القسم الثاني بس مجموعتين درجتين أنا عمله مجموعتين مجموعة أولى فيها 20 نادي ومجموعة تانية فيها 56 نادي كويس بس في واحد هيقولك بقى حاجة تانية 76 نادي طلع منهم ثلاثة طيب في واحد هيقولك طبش معنا لشرين الأولين دولت اللي هيطلع منهم اتنين والتالت اللي هو اللي تحت ده 56 يطلع منهم واحد 56 يطلع منهم واحد يطلع منهم ثلاثة يلعبوا ضد اللي فوق يعني بالزبط وياخدوا واحد يطلع فهي برضو يعني متعبة جدا جدا صح غير الناس اللي في الأول اللي هلعبوا دوري من دور واحد وتبقى العملية أسهل شوية صحيح وبعدين طبعا هي فيها مشكلة حكاية طبعا الفلوس والأندية دي اللي هتلعب دي عايزة مبالغ مالية لأن مثلا في فرق هتسافر وتروح وتيجي برضو صعبة مش سهلة صحيح فهل برضو الاتحاد عنده من الرعاة اللي هي يصرفه على الموضوع ده لأنه هو هو اعتراض الأندية على الحتة دي برضو ما أنا ممكن ألعب آه بس ديني إمكانيات إننا نقدر الحتة البعيدة مثلا زي أسوان ولا حاجة أقدر أسافر بطيارة أقدر أعمل إقامة لو راح حتة تانية فيه مبيت فيه أوتوبسات فيه كذا في كذا فلازم فيه فلوس يعني صحيح فيه دعم دعم مالي يعني فنتمنى طبعا أن الفكرة تنجح وتمشي وربنا سهل البرتغالي بريرا وكلماته الشهيرة بقى من امبارح أو من أول امبارح السلطة هو يعني التحكيم في مصر أو المجال التحكيمي في مصر كان ماشي بالسلطة إحنا شفنا طبعا مشاكل التحكيم خلال السنين اللي فاتت اللي عنينا منها كتير ويمكن النادي الأهلي عنى منها الموسم اللي فات واللي قابله وتسببت في بعض المبارات إن الأهلي فقد المطولة بتاعته بطولة الدور يعني وطبعا كان في حاجات مش عايزين نرجع للتاريخ جات بقى يعني أيام الاحتواء وأيام الكذا وأسلفار كذا والمعرفش إيه يعني المنظومة الحقيقة كانت عايزة ترتيب أحسن من كده وعايزة برضو إمكانيات لأن احنا انت سمعت طبعا الفترة الأخيرة إنه كان فيه مظاهرات من الحكام عشان المبالغ بتاعتهم والفلوس والكلام ده ما ينفعش أي حاجة تتعمل في الدنيا اللي لازم بقى فيها مقابل والمقابل ده له وقت معين ما ينفعش حتى بالنسبة حتى للعيبة يعني حتى اللعيبة لازم يبقى فيه إمكانيات إن اللعيب ده هو صاحب أسرة وعنده التزامات ولازم يوم كذا يبقى فيه المرتب بتاعه لما تعمل لايحة معينة ويبقى فيها مكافئة فوز لازم تدي له مكافئة فوز عشان تقدر تأخذ منه مجيش بعدك تقول أصل اللعيبة مترخية أصل اللعيبة مفيش الدافع ماهو ده وضع طبيعي انت عامل اللايحة دي اللايحة دي أسلام ما انت عارف وكنت لعيب وعارف اللايحة دي معمولة ليه اللايحة عشان تحفز اللعيبة وفي نفس الوقت برضو أسلوب من أسباب المخطئ هيتعاقب بكذا فانت لازم يكون عندك الإمكانيات والانتظام في أداء الموضوع دوت عشان تقدر تأخذ من اللعيبة كويس كذلك الحكام الحكام برضو عضوهم أسر والحكام اللي كنت قعد مع حكم يعني من يومين كده وكان بيقول لي على حاجات مهازل لان انا بسافر لسه ما خدوش فعلا الفيوز لها دلوقتي خدوا من يومين مبلغ وكده بس أنا بقول لك على الحكام خدوا مبلغة داية من الثمانية وعشرين مليون مثلا بكلم كإجمالي يعني أعتقد خدوا يمكن ستين سبعين في المية أعتقد يعني كويس خدوا مبلغ كويس محدش بيقول الكلام دا ليه كابتا ما هيدي مش كيلة لا لا بلايه ما طلعوش قالوا ان احنا صرفنا للحكام سبعتاش وثمانتاشر مليون جنيه مثلا يعني أنا في اعتقادي أصل ليه يطلع يقول على ده لازم يطلع يقول على كل حاجة وعنا نقول لك إشمانا طالع تقول لما اديت طب المشاكل التانية اللي موجودة ما حدش بكلمنا عليها من بيان طول عمرنا عارفين ان فيه متحدث رسمي باسم الاتحاد هو اللي بيطلع يتكلم وبيناقش وما يخليش الناس تروح ممكن مظلومين في بعض الحاجات صحيح وضح اللي بالحضر لك أنا ساعات مثلا لما بوصل لحد ان انا اتكلم معايا مثلا اقول له كذا 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 يشرح لي بتاقتنع بكلام دي بيقوله ده اسلام لوحده إنما المنظومة كلها جمهور وناس يعني أنا في الهيئة باللي حضرتك بتقوله ده يعني ده حاجة جيدة طبعا تطلع تقول والله اتحاد كرة القدم في ظل هذه الأزمة الواسعة والبتاع مش عارف ايه استطاع ان هو يوفر 15 مليون جنيه او الرقم اللي طلع ويكتبوه في المقابل بقى ان الحكم ده برضو من ضمن الشاكو بتاعتي يقول لي مثلا احنا عشان مفيش مثلا فلوس وبطلع مثلا في حتة كده ملهاش موصلات اطلع بعربيتي يضطر عين المساعدين بتوعه والناس يجوا معايا عشان يضمنوا توصيله وفي نفس الوقت ما ينفعش الحكم يروح اسلام ياخد فلوسه من النادي اللي هو المضيف يعني انت فاهم ازاي طبعا القصة دي لازم تتغير طبعا نضمن منين ان النادي ده انت لك مثلا 300 جنيه حطيلك 500 في الزر وارد وبتحصل على فكرة انت غصبا عنك بشر طب ليه ما نشيل الكلام ده خالص من يعني خلق ندل الحكم وضعه ونديله بريستيج ونديله ايه يروح ياخد او يطلع له الكارت بيصحب فلوسه من اي حتة يبقى فيه نظام تاني مختلف كذلك مشاكل الفار اللي احنا عنينا منها يعني مفيش مش عارف كذا بس عدد قليل من الكاميرات الفار او حاجة زي كده اربع عربيات بس بحيث ان انت لو عندك اكتر من ماتش مهم في يوم عندك مشكلة وبيحصل دايما في دايما في الاخر في الاوقات الاخيرة ان لازم كل يلعب في توقيت واحد بتبقى مشكلة عندك ليه احنا ما نحسنش من التصوير بتاع المباراة تصوير المباراة نظام الملعب كل حاجة تبقى على يعني يعني اي حد يبص كده يقولك ده فعلا دور اوروبي مش دور مصر دور اوروبي في كل حاجة بقى في استادات في قعدة في كاميرات في كذا ما بقاش بس الاستادات الكبيرة ليه ما نحاولش نطور بقى من الاستادات اللي هي اللي مثلا التانية مش اقامل استاد القاهرة مثلا برج العرب ليه الاستادات التانية ما تبقاش على نفس المنوال ما هو كل ده كل العناصر دي بترتقي وزي ما قلتلك برضو عايزين ان شاء الله بإذن الله بقى في الانصر الاهم وانصر الجمهور صحيح انه يبقى موجود في الملاعب اولا يعمل دخل للاندية اصلا الاندية اللي هي مثلا الشعبية اللي هي ما فيش اهو لما يجيله اكتر من ماتشو عنده فيه اراد وفيه جمهور كبير نوع من انواع الدخل اللي بيجيله او الاعلانات اللي ممكن يحطها من خلال الجمهور الكبير يعني لازم نبتدي نفكر ودوره الحقيقة برضو ده دور بقى الربطة اكتر من اتحاد الكرة لان اتحاد الكرة تقلص دوره بالدور المصر لان احنا شايفين الدوريات اللي حوالينا بيحصل فيها ايه والعيبة اللي بتيجي والنجوم اللي بتيجي والبس اللي هيبقى موجود والقنوات اللي بتاسع انها تزيع الدوريات دي والارقام الكبيرة اللي هيدخل بها الرعاة على الدوري ده يعني فاحنا مصر مش قل من كده لازم احنا نجود يعني اخيرا انا كابتن السنة الجاية الناد الاهلي والسنة الجاية ان شاء الله سنة تكون نجحة احسن كمان من السنة اللي فاتت الادارة ماشية بخطة سابتة وهقول حتة صغيرة بس كده كنت انت قلتها في الانترو الناس اللي بتقعد تتكلم على التغييرات المناسبة ايه رأيك صحيح في التغييرات الناس اللي بتتكلم اولا ده مش شأن الناس انت وثقتوا في الادارة دي وشفتوا نتيجة السقة جابت ايه الادارة دي عملت ايه الفترة اللي فاتت مش عايزين نعدد بقى الانجازات بتاعتهم عشان ما يعوشوا لا احنا في خناة الاهلي وبنيجي بقى نعد نمجد في المجلس الادارة لا دي حقيقة واضحة للكل سواء على المستوى الاجتماعي بصفة عامة كده مش هدخل في تفاصيل او على مستوى فرقة الكرة اللي هي وجهة النادي الاهلي البطولات في اكتر من كده واكتر من كده هو ده اول قرار ياخدوا النادي الاهلي ولا اول سنة ياخد فيها قرارات اش معنى القرارات ده الناس عادت تكلم فيه لان الناس مش لقي اي عاجة تخبط فيها في النادي الاهلي فلازم يعملوا اي داوش دا تشال دا راح دا جه احنا وصقين في ادارة النادي الاهلي ووصقين في الناس اللي موجودة تاخد قرارات يمكن الناس تستغربها في البداية انما بعد كده بتقول بص مجلس الدارة بص كابتل خطيب لما عادنا نقول القرار دا عمل ايه القرار دا وصلنا لايه انت فاهم ازاي الحاجات الكويسة اللي حصلت فكل دا لخبطة النادي الاهلي بنفض يعني نتمنى رب كل التوفيق لنادي الاهلي خلال المرحلة القادمة انا بشكرك جدا يا كابتل حاشيش على وجودك معنا شكرا جزيلا شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتل محمد حاشيش هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل الاساتذة الاستاذ عصام شلتوت والاستاذ سامح سمير في ضيافة البيت الكبير